موسيقى موسيقى من هنا من مراكش المخرج والممثل نزيد شي حاجة أخرى في فوزي نزيد سبع سنايا والسيناريست بدا فوزي بن سعيدي فاصل بيل المرميد أفبام المواجهة قبل أن يتم تكريمه بين ذويه انتقل من مكناس إلى الرباط في أولى خطواته وتكون في المسرح في بداية ذلك المعهد الذي ننتظر إصلاح حاله وأحواله غادر بن سعيدي وحاول أن يتكون في سينيما لم يكن محظوظا أو بالأحرى كان محظوظا جدا من يدري سنع شريطه القصر الأول وتدريجيا بدأ مشوار الألف ميل ثم صور عالمه العجيب وبع موته وانتقل لوليلي وعاش في طنجة أيام صيفه التي جعلته فيما بعد ينتقل عن طيب خاطر للصحراء بالأحرار لطلق الخالي الذي قدمه لأول مرة في ماير ماضي في بالي ستيفاني في فئة أسبوعي المخرجين في مهرجاني كان العالمي قبل أن يتم وتكريمه بين ذويه عاش مثل كثيرين كل تلك الصعوبات التي تخص تمويل أشريطة سينمائية جادة أتفها في تلفزيون وفي السينيما لها من يمولها بسرعة أما الجاد نشبعه تصفيقا ومقالات تنوه به ونمنحه الجوائز ونعترف له بكفاءته لكن حين تصل مرحلة التمويل المشروع الجديد يختفي أغلب المهنئين والمطابلين الأمر لا ينطبق فقط على المغرب نبتعد عن التطبيل ونستقبل فوزي بن سعيدي لم أعد أتذكر حقا عدد المرات التي التقيته فيها وعدد النقاشات التي خدتها معه وعشرات المرات التي اختلفنا فيها ومئات المرات والمرات التي اتفقنا فيها ما أعرفه هو أن فوزي بن سعيدي المخرج السينمائي ليس هو فوزي بن سعيدي الممثل في أفلامه وليس هو فوزي بن سعيدي الممثل في أعمال الآخرين وليس هو فوزي بن سعيدي الذي يساهم في سيناريوهات زملائه وليس هو فوزي بن سعيدي المخرج المسرحي وبالخصوص ليس هو فوزي بن سعيدي الإنسان أعرف بن سعيدي الإنسان وأعرف بن سعيدي الفنان وفي عدد اليوم سأقترب من الإنسان ما دمت قد ناقشت الفنان مرات ومرات والسلام أهلا بكم من هنا من مراكش في الأفبام مع فوزي بن سعيدي ساعات فقط بعد تكريمه لنعبوه سي فوزي مرحبا بك أولا مرحبا بنا عند مكناسي هنا في مراكش شكرا برك الله وفيك اللقاء ديناك يجي فقط ساعات من بعد تكريمك بين ذويك كما قلت وطولت عليك تقديم شي شوية لا لا مزيان شكرا بلا أكس مع رشوش خاصنين مشي معاك في مواجهة كيف مال عدا كما كنا كنا نعملوه أولا نحسافل معاك بتكريمك بتكريمك في بلادك أولا نمزج ما بين الجوج بين كل هاد تفاصيل هذي مهم نهار كبير هيدا شكرا واش عارفوا الناس اللي متبعين مع ناسي فوزيرها قرر أنه يحضر رغم أنه راح شوية الحالة الصحية غير تعب شوية أصف شوية ديال البرد تماما ولكن أهم مكين في الأمر هو أنه تكريم درس الأمور كما ينبغي الحمد لله زيان زيان صراحة يعني تكريم كان مؤتر كيف توقعته أو لا سقف تطلع ديالك أنت كنت تسنى النفس رد الفعل ديال الجمهور الحاضر أو لحسن ديال الممثلة اللي حضر معك أو لا تكريم كيعيشه الإنسان كيف ما هو كيف ما كيهج تماما يعني كيف أشغل نقول لك يعني الإحساس بإنه هو كين واحد للحب كبير جداً عند الناس ولا ما عند الجمهور ولا ما عند الناس اللي في المهنة ويعني المهرجنا نمركش كدلك يعني هذا بحل شي حد كي يقولك هاتش اللي درتي راه ما بيش لحدود الآن وكتشجيع على الاستمرار أنا كان أخذها كده ما كان أخذهاش كنهاية أو ك هي فراري مشير معك تكسرت واحد القاعدة قبيحة بالزعب اللي كانت منتشرة في العالم العربي في المهرجنا للعالم العربي وفي القارة ديالنا وهي تكريم في آخر المشوار معك الحمد لله أنت تكسرت هذه القاعدة وكأننا كنا نقول للفنان عادة سين بتكريم شكراً لك وتقدر دابة تغادر في ودوء على العكس أنتك تتكرم في أوج العطاء وربما في أهم في نظرينا في أهم في نحياتك الفنية فوزي أنت ما زال شاب سيني مائياً بالتالي مرحبا بتكريم في هذا السين هذا عندك الحق الصراحة هذه الفكرة دي المراكش يعني فكرة كان أعتقد أنهم ناقشوها إلى خير يأخذوا هذا القرار أنهم تكريم كلية هنا وكما قلتين ماشي في نهاية المشوار عندك الحقي يعني أنه كيجيك تشجيع داخل واحد المسيرة أو داخل واحد الطريق لي ما كيكوش ديمة ساهل مثلاً يعني إحنا الآن واعيين بأنه ممارسة مهنة سينمائي بشكل عام ليست مهنة سهلة ومهنة فيها الكثير من اللحظات الصعبة ولحظات كتكون ماشي سهلة لأنها كتكون فيها لا نقولش ليأس ولكن ما بعيدش لأنه بعد إخطاءة المشاريع ما كتتمولش ضغيات كما قلت أنا في التقديم بزاف باش يفهموا معنى الناس قلت في التقديم ديال أنه المشاريع الجادة رو خاموا لها كيوصل للقيمة راه المشروع الموالي را كيكون سايف في المونتاج في نوسية كنت تلقى واحد بحال الناس كتتعرفون في الموحيط اللي أنت كتتعرض في أفلامك واحد بحال جيم جارموش كيشكي من تمويل الأفلام ببعن أنه الناجح ما كيعنيش أنه تمويل ديال الفيلم الموالي يكون يكون سهل أنت بأمن؟ الجانب هو يعني أن السينما الصناعة وتجارة فكاين هذا الجانب هذا يعني أنت ما كتش استيلو كتكتب أي فيلم خصوة تمويل إلى آخره وبصراحة مثلا كيفاش غيمكن تتصور بأن أورسون ويلز ما كانش عنده باش يدير الأفلام في آخر حياته مثلا أورسون ويلز هذا أورسون ويلز ونظرا لأنه الإخراج كنعتقد أنا عند السينمائيين الحقيقيين هو رغبة وجودي فابقا كي يتصور في الدار لي فيها يعني غير هو والكاميرا ومرتو لأنه ليس ممكن يتوقف نهائيا على التصوير فهذا السينما بحجم أورسون ويلز يعيش بحالات شيء أو كما تحكي أنت على جيم جاغم والأمثلاء والأمثلاء بسيء لا موجودة بسيء هذا ليس مرتب تغيبين إحنا في المغرب هذا وضعية السينما بشكل عام توفيق الصالح مثلا لواحد من المخرجين العرب المهمين لواحد مدة طويلة في نهاية حياته لا يعملش أفلام فعلى عين نرجع لهذه السؤال ذلك اللولي أنه هو بصراحة زيني تم تفكير في هذه القضية هذه ما ننتظره إحتى يسألي شيء حتى تعطاله مثلا تكريم وقبل ما نكملوه ضروري نتبعوا واحد المقطع من تكريم هنا في مراكش ونرجع لما نكملوه نتبعوا سيدات والسادة فوزي بن سعيدي موسيقى 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 أنا من أهوى ومن أهوى أنا أنا والسينما روحاني حللنا بدنا موسيقى تبعنا مقاطع من تكريم وفي تكريم حضرت يا فوزي وحضرت معك بعض الممتلين الممتلين اللي يشغلوا معك بزاف ديال الأعمال كما قلت انت ميكوماديا ماشي بالمعنى ديال أنا كان احتكرهم ولكن الناس اللي معاهم كان بني المشوار ديالي استغلتي الفرصة باش تعتارف بفضل الممتل في نجاح شريع مخرج بحالك انت تكرمتي في نفس الوقت اختارتي في نفس الوقت انك تكرم بعد من الممتلين اللي كتعرفهم مزيان حياة الفنان في المغرب صعيبة سيفوزيون الممتلين بشكل خاص يلي بغي نقول لك اسماء راح حضرت معك تكريمك فوق الخشبة وما ما غتحش لي هالفرصة مرة أخرى تطلع لديك المكان بالتالي انت ضربتي جوج ديال العصافي الرمعة تشحل العصافي ضربتهم حضروا واحدة كانوا اسبعا كانوا اسبعا بيهم طراحة أنا شكرا لي كان أخرى اللي ما حضروش ايه تماما شكرا كل واحد عنده التزامة تماما تماما شكرا بش ما يشوف بش ما يشتغلوا معك ما يرغوش تماما مزيان لي عطيتيني هاد الفرصة اني نعضر على هاد الجانب هدا في التكريم لأنه بصراحة انت مهم قلتي دكتش لي بادي نقول على عين اللي حولنا قريب قد تحبسنا لا 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 سيطا ديق بالصح اللي كان هو أنه أنه من إدماجهم في التكريم أنهم يكونوا في الخشبة فكرت في هذه المسألة شوف أنا فاش بديت كان أخدم ما كانش عندي بصراحة ما كانش كان أقول عندي فكرة بإنه وش نهار غادي نوصل لهاد العلاقة اللي عندي مع الممتل ما كانش عندي فكرة جاءت بوحدة كان بزعب الممتلين أخرين مقرب وخدموا معايا ولكن كان الاختيار كذلك أنه كان الناس اللي كي ما أرسلهم صراحة بزعب حالي هادرت على رابع مثلا و لقاء الضوء على ناس أكثر يعني مثلا اختارت في هذه الممتلين اللي كي يخدموا معايا كان توابيت لا بغيت نقول مثلا لنا نزادرت على الأفلام مثلا معايا بحالة سي ما هم تشو بي ما كانش حاضر ولكن رأى حاضر معانا في الفكر دينا تمنى من الشيفاء تواحد آه آه آمنين جاكم البرداد وقت البرداد دونك دونك كان هاد المسألة هادية كانت بالنسبة لي مهمة أن الممتلين والممتل حيث هادو ناس اللي مثلا كانتلاقا وكانشتغلوا بدون هدف أن يكون عرض أو لا يكون فيه مثلا هادي من أجمل الأشياء أننا هاد الناس اللي كانوا معايا في الخاشبة كان قدرنا نعيط عليهم ممكن نشتغلو على على أفكار مثلا على مشاهد ممكنة إلى خيره وكتقوا فيك نزا لأنه ممكن يشتغلوا معاك في مشروع معاك من منتج هنا ممكن أن يكونوا مواريد قليل أخيراً نشرحوا للناس آه بالجانب الصادق في هذه الجلسة ديال اليوم إلا كانوا مواريد قليل رهتهم مرة كما يقولون المغاربة بالدريجة يعملوا بوجهك أي يشتغلوا معاك ولو أنه يكونوا يستحقوا أجر كبير كما ممكن أنه يشتغلوا في دازع و يكونوا فخورين كما نرى أولد بحال عبد الهادي طالب أو فهدي بن شمسي كيف كان فرح أدينه لأنه ممت بنين المشروع كنت ذكر بأنه عبد الهادي طالب لما مر عندي شرحت واحد المسألة أعرف شي شنو نأخذ واحد من قيطع منها الرئيسي وهذه لكن تدرب كتاب الله معدل واحد من يدين قال لي أشوف هذا الشي كتاب سير قال لي أشدك دي بدل شي قورة أنا علمتك أنا أنا شاهد شو بينك وبين فرقة كبيرة دي الإنتاج ومعقام كامل كتاب الدرجين أغين ضحكون دم قال لي أشوف قال لي أشوف قال لي أشوف نشوف واشنو غنديه مشي قدرت الأوبراسي وريحت حطيت رجلية قدامي وريحت طعا في بديس كان دوز الوقت في الدار كتوبة اللي مع مرمي قريتهم قريتهم حسنوك أه فوزي يعني جانب الإنسان هناك يعني ذلك الوفاء دي المخرج لفنان دي وطر أنه يروبورتي تورناج أربعة شهور محرجين كثار عننا والله يميت سنحت يومين أه يتعلموا يقدر يتأس عليك شي قسميين للمقانة ومعقام يكون عبدالهادي طالب كثار ومعقام يتعلموا يوم ولكن فوزيته وشافك في الفين هناك يبالك الإنسان ممكن مخرج آخر كثير كثير نقول لم يكن شيئا حد ليس ممكن يدير هذا الدور مثلا كلمة ممنة من الدور الكتوب لي ولكن مكتوب دور كانت هذا الدور لطيف لن يتمكن معي لكنه عند مؤكد أدوار لم يكن شده دور كبير، صغير أدوار مهمة ولكن هنا قد حاسبه نقول حرم لا يأخذ فرصة هذه وعندما كنت تتقف فيها واقع لأشي شوية أكثر واحد لهم بزاف تلفحد كان رائع بزاف ولكن عبدو الطالب بدك العفوية دياله في الحياة كإنسان وكيفاش كيلعب وبدك السخرية اللي انت عادة كذب ما زال نوصله لها كان أعطيتي الدور اللي كان فلاسو كان فلاسو وكنت حاس بها أنا وكذلك الربع شهور ما مشاتش هبا وكنت بطبيعة الحال كان خصينا نقلع الانتاج إلى خير وكان فهم كذلك كان فهم لي كونتخاتينا وجينا وحنا في البرباراتيون وكان بغتاليكي تماما سعيد اللي بصراحة ناخد فرصة نقول بناه منتج مغامر را قليل ما كانيش بزاف ويعني ومنتج دو رؤية ومونتج بتكوين ديال الانتاج على المساواج نفهموه باش يعرفوا بأنه الانتاج رماشي غير جيتي وغيتي لا سعيد حميش اللي كي رفقك من وليلي وخاوف الكلمة ديالك تكلمتي على السينيما ريلا الاحترام كلا مواجهة اليوم لولا خاشبة مع الممتلين وهم لي وانا لي ومع الجمهور ومزيان في الميهنا حسنا عندنا تقامت عترافك ايه تابيرا للحب ايه تماما ناخدنا وفي الكلمة ديالك تكلمتي على السينيما اللي كبرت فيها احلمك مني كنتي صغير في المكلاس كان قصد تكلمتي على كاميرا وقاعدة الكاميرا وذكرتي وتذكرتي محمود درويش في رسالة عندها دلالات كبيرة وستشارتي يا سيفودي تباها نال باكوش كانت تخيلك انا كنا عرفك هذي واحد العشرين سانة وقدر نقولك بانا كنا عرفك زيانا زيانا ايه صراح باش ما نخبيوش على الناس باكوش كانت تخيلك تكونك تعرف الموسيقى الشبابية وبان الخزوز صح ندرويش صح من زمان لا غانيقولك انا عندي بشكل عام من نوع من نفتاح على ما يأتي وبشكل طبيعي عندي هذا الكيريوزيتين انك تعرف اش كي يدار في السينما شوية في الموسيقى شوية في المصراح شوية في الأداب تكون على علم عارفتي لانه واحد الوقت اللي كي يقول كي تقال بزاف رأى يمكنك سهل تداري فيلم الأول اللي صعب هو تستمر وممكنش تستمر إذا شدتي على رأسك وممكنش تستمر إذا شدتي على رأسك انا عندي الجريبة انا عندي الجريبة ها جريبة ديالي كافية لون كما قد تتعب ولكن الانسان فنان ما شوية في الموسيقى ويقوم بزافة كيف يتمر بجانب الجريبة ديال ويقوم بشعب انا عندي ستسرب والحاجة الثانية غادي نقولها والدك اه اعتراف قلتلك اعتراف الولاد يعني ان مثلا كي نقدرو نقوله مثلا بانال مشهوري ولكن بعد اختراس كنتيح عليك كي سمعوني شي موسيقى اللي لو كان وش عندي دلالي مع مري غا نسمعها سامع بيني بيني وأرامونيا تماماً و شا انا نقول لك يعني ينشف تبا من الملحون هاشيقة الملحون كيدوز الإنسان اللي عادي كنقولوها في شوية صخرية ولكن راحت المخريج حقيقي لكن ما قلت انتا باختيصار باشر الدول جيدية وانو اختيت كل ميزة شوخ ممكنش ما تعرفش وانتا في الديسكوغ ديالك ما كان وانا كان فيها شوية القادية كان شوية كانت بغيت نقولها وانا كنشوف بانل معنا ما فوزي بسيام داردروي شوي شيكسبير ووي ولكن ومثلا متلا تكتعرف مثلا الشاعرية ديالبانيل من أجمل ما يكون اهوي ولابقيت وانحنا مثلا فعش كنتوصل لواحد لجنراسيون ديالي لا مادرتش البال بغية كتولي كترفض دكشيلي جديد حتى في السينيما حتى كتشوف كيجيو الشباب وكما كتتفاعلش مثلا ما عشنو كيديرو دكشي خس واحد يدير عاتنسيون في هذا الجانب هذا يبقى في سدالي وكيسحاب لورا كيمتلك الحقيقة أو للعكس كتلقاشي فكرة كيسحب كنتم عشنو لقيته ولما كنتش على الطلاع ممكن تكون فكرة بالية وقديمة والناس داروا كتلقاشي هكذا أحبت ماذا أدفع مهم يساكوا يحاول وخصوة دمارش ديال 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 أقع جدا أحيان وخصوة تحاول أحيان تحاول في ميديا كلاسيك لا يتعرف حسنا انتظار حركة بعد سنة تعرض الفيلم الطويل السادسة ديزغ ستناقشنا بعد تعرض و كما قمت بتكتب فيه المباشرة سنينة تقريباً مئة أو قريباً باديا سي فوزي عقل على هذا سنينات قديمة من 2040 شهر كاملة من 2003 مع فيلم ألف شهر باشي جي ديزير ومسترجعو كاميرا فوزي بن سعيدي اللي كتلتقت جمالية الفضاءات الشاسعة هاتي مكان مدرع الفضاءات الشاسعة كان ندرعيها بحب وكانت درعيها بهدوء ومستفز ومستهتر طريقتك وصاخر في بعض المرات خصوص في مني كان دوزوم الشهر لول كان دخلوه شهر ثاني لما شفت الفيلم قلت أخيرا فوزي بن سعيدي هارب شي شوية هارب من المجال الحضاري اللي صور فيه بعد من أعماله الأخيرة ورجع للفضاءات المفتوحة تنفسنا مزيان وحتين ساعت كنت نفسي وسرجعت شوية من من الأمور اللي انت كتتقنها وأكيد بأنك عرف كتتتقنها كيف لك فالكلام اللي قلت أنا قلت نقول لك بطبيعة الحال هناك إحساس بالرجوع الفضاءات صورتها دم المشكلة معنا في فضل الحوار أنت كتشي كتجقول غالبنا نعودون أنت كتشي كتجقول أنا متفق عليه أبقى سحبس ناسفو نيني كنت طول أنا لا لا كنا رجوع رجوع الفضاءات صورتها في ألف شهر يعني كي قاعدت أرجوع للمنطقة التي صورت ألف شهر مثلا الحافتة هو فاش بدينها كالفم كناس ولكن يعني تصوروا عبتاني ذك الفضاءات المفتوحة كما سميتها أنا عندي واحدة علاقة بالفضاء اللي خاصة وكي يعجبني صور الفضاء بحل كي يعجبني صور الممثلين من سمالية تقريبا نفس الشي وأن الفضاء اللي عرفتين تصوره كي يعطيك واحد لإحساس ولكن كي تخدم عليه، كي تمشي عليه، كي توقف كي تجي مع خبسات الصباح، كي تجي مع العشرة، كي تجي مع العشية باش تعرف الضوء كي تجعله الممولة اللي في كي يكون هذك الفضاء كي يعبر على رأسه كي يمشي ممثل كي توجده باش يلعب وذلك كيفاش دخلتين تعبدو الطالب وفهد بن شمسي ولكي يكونوا نازلين في الجبل مع الدو سي 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 راكينتا اللي كتعرف تدير هذشي عقليل كي ما قلتينتا هذشي را ما كي يجيش هكوك كي يجيش هكذا أولا كيفاش كتقفل الفيلم من اللي كتصوره آه تماما أنا شمش تكون في واحد البلعصة بالضبط باش دخلت شمش للطوم موبيل وذيك الطريق آه ممكنش غير تجي وتقول يا بسم الله صافي صوة دبعا هذا هو المشكل في الصراحة آآ من بعد أنا غدي نقول لك واحد القضية آآ أنا كان أخد دي غيسك آآ هي اللي بغيت نقول آآ أنا رمشي إذا ما كان نقولك بأنه لا قد يكون دروري تبقى غير فعي كان أخد دي غيسك ممكن يتجربه جاية يكون أو ثانية أو يكلو آآ آآ نحن رجعنا باش هذه الحلقة تقريبا نربطوها بلومة عوتاني ما خلش واحد الوقت الإنسان يشوف شي حاجات مشاّات ويقول أنا لقيت واحد انفيلون ولقيت شي حاجة اللي كانت مشا true لكنه نبقى غادي فيه حيال لائمن دائما يحط الخدمات دي لانه موقع تساؤل ولو أنه لغلطي ماشي مشكلة أنا بحال كنقول في السينمائيين كي اللي كي يخدم في اللابوراتوار في المختبر وكي اللي كي يخدم في البيع والشرق ستدير كي من السينمائي اللي كي خلطوا بشي يلقوا شي بطاق فان جديد ورامب الصح اللي رجعوا اللي يقلتي يمكن ماشي هدو كومان اللي كيتعاونوا بزاف وكي اللي يمكن يستافد من ذاك شي اللي خلطت انت ولقيتها ولكي ديروا في واحد الحلال اللي كيتباع هو اللي كيددير بارفاني كيتباعو داكسي وانتو كيتخدون في اللابوراتوار نوك كين هاد الجوج كين سينمائيين ديال البحث اللي بغيت نقول وكين سينمائيين اللي ممكن كيدديروا شي حاجة اللي كيتباع اكتر وكما قلتي ما كنجوش اتباع بشكل خيب يعني فقط كنتم فاتح على الجمهور اكتر على فكرة مقبلة وحنا كنتكلمو سالينا الشطرلولو لكن قبل ما نسالي الشطرلولو ونخلي الناس يشوفوا غير واحد المقاطع من شريط تقديمي ديال دازار يشوفوا نعطيهم شوية عينيهم وما يشوفوا شي حويجات ديال فوزي ومن بعد نرجعون نكملوا في شطر ثانية واخر نتبعوا إذن شريط تقديمي ديال دازار ثلث الخالي سلفت يش المليمون اجرتي بها تبقى واحد شو درس بها شي معيزات انا اخذت الزربية ايدا بخ وشهر سيغا تصفت عخم سالان تبقى واحد شربة ماذا ترسي بني في العصر؟ جي بريت ندير شي مشروع عسا عاما مرضات للوالدة ثلاثا ندخلو بخيط بلد غنصال لقنا موسكا خالر واسا لقاس كان قل بسيق عين بين مادرس تشي مزهود بس لقل بك وتاع حال فمكاها اه! اه! من هنا من مراكوش ترحبون بكل من ينضم في شاتر الثاني من الافبام اليوم معنا المخرج ممثيل والسيناريس سيفوزي بن سعيدي مشينا في شاتر الأول كملناه بالشريط تقديمي ديال الدازع ما عارش علاش مور لحظة ديالتكريم ما بقيش كان زعام نحاور كيف مما من قبل نشوف كباح شمال منك مشكلة كنقول واحد القاضية دازت لي في بالي كنقول الانتظار اللي من بعد غاديقدر يكون شوية قوي وطبيعية طبيعية لان احنا رجعنا ديقلنا غير يمخصوش يكون ضغط عو تاني لا غاجيش ضغط و انا ديجا كانت عندي بلا تكريم بلا وعلو كل فيلم جديد رانيت قولت هانيت كل فيلم كان دير انا كما قولت البارح نيت وتكريم رأى الفيلم الجديد لي ليس السابع سيكون الأول كل فيلم جديد هو فيلم اول ونهار نهار انا كنرجع ليه باش مقاوف فهدى التيماتيك ديال بتكريم نهار الواحد كيقول انا وصلت انا مزيان انا احسن انا انا انتهيت لا سيد انسا مازال 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 الشباب انا احسن نرى الكلم ديال السينيما في دازار جدية وسخرية ديال فوزي بن سعيدي واحد اللغة سينيمائية فيها سخرية كتوصل احيانا حد القصوى على القصوى والاستخفاف بالفقر بالحاجة والعاوز قصر دات اليد اقعاد الحقول الدليلية ذات شي سخرية اللي كتشبه سخرية واحد سيد اللي راكي يبغيك بززاف كيدكلاريها في كلام راكي عبر عليها اللي هو إلياس ليمان في الزمن الباقي وعلى فكرة كان حاضر فكان باش يشوف فيلم في العرض اللولي وكان من ضمن المصفيقين تلت الخالي سينفوياج ريحلة والكاميرا كتبع الريحلة وكتغزل بجامل طبيعة ولكن هالطبيعة كتتحصدن في الخلفية آلام ساكينة كتتقوم من أجل البقاء وكتنادل بطريقتها من أجل الحب أنا بغير رجع لديماش اللولا بصدق معمري سؤولتك يا شنو اللي حررك تعمل هاد الفيلم بهاد شكل اللي عملتي شنو بغيتي تتبت الراسك بديزير قبل من نحن شوف أول حاجة هو أنه هذا الفيلم كذلك هو نابع من تساؤلات ربما حول السينما كذلك مثلا من بين التساؤلات هو لماذا ضروري في السينما أن تكون الحكاية شيء يذهب من الألف إلى الياء ألا يمكن أن يكون فيلم يبتدئ مثلا من حرف الجيم وبعد ذلك يمر إلى حرف آخر هاد تساؤل هاد كان حاضر عندي في البداية دي الكتابة كنقول علاش أي قصة شي فيلم خصة تنتهي مثلا أنا ويا كن حيزة وفي الحالة انت عارفا آه مثلا تتكون في الحيات كانت بزافت على القصة ياما كنت تعود لك ياما كنت تعيشها وأنت لا تمتلك نهايتها ممكن تعرفش كيفية سهلة هذيك القيصة اللي كانت وحضرتينها أنته يمكن في أوتيل يمكن واحد المشاجرة يمكن كتأخذ منها دي بغيب ديال هذيك الاسطوع قتقول عيد الراجل ومرته شي حاجة شي قيصة ممكن تعرفش كيفاش انتهت ما كيكونش عندك مشكل كتبش كتبش كتبلي حاير وكتبلي كتبولي كتبول أنا ما كتعيش مع هذيك القيصة ويمكن انت اللي يعشي لك القيصة كتكملها من راسك كتبول عراسك هتنتائب هذي الشكل أولا ما كانت تنتبه شكراً وقد دخل في قصة أخرى شكراً وقد تدخلها وقد دخل في قصة أخرى فأنترقت من تساؤلات في نفس الوقت عادية ولكن في الخصرة عميقة لما شي سهل وبنيت فيلم بهذا الشكل فيه مجازفات ولكن أنا كان تفضل فيلم يطرح تساؤلات للناس كفيلم يدقون مرة مرة الكيرة وما يخرجون القاعة وينساوه لذلك الفيلم تبنى بهذا الشكل هذا وتبنى بمجموعة من الأمور يعني مثلاً رغبة الويستير مثلاً لأننا في البلد المغرب لدينا طبيعة يعني واجدة لتصوير قصص من هذا الشكل نبعد من الرغبة أنني نمشي في بيوغلاسك بواحد الشكل يمكن عمري ما دفعتو بهذا الشكل هذا ما ديما كان حاضر ولكن هنا كان جزء كامل في الفيلم اللي كان عنده ساعة الساعة الأولى ساعة وخمسة دقائق بالضبط هي كلها فاحد للديمونسيون ديال بيوغلاسك قبل لي بدل الفيلم طريق أعزان رجعلك لها هاد نقاط لديك الدورة اللي درتي أيها وكما قلت الساعة و بعد دقائق بيوغلاسك ولكن الشريط كامل ساعتين وستا ديال دقائق انتاج مشترك مغربي فرنسي ألماني وبلجيكي ديك السؤال لي وكليشي وخنا عرف صراحة نعرف الجاوب غيرك يشوف بنادم هاد الجملة هاده هاد الجنسيات كاملين يعني الإمكانات كانت متوفرة والممتنين ديك ربحوا مزيان وكل شي كان بخير إكت آآ غادي نوضعو الأمور في واحد النساق يلا آآ أنا ديما خدمت بالإنتاجات المشتركة كان أعتقد بإنه إلا كان عندك رغبة فصونا فيلم فيه واحد طموح معين فيه النومبيسيون ما يمكنش مثلا تاخد غير الدعم المغربي فيه من المركز السلماء المغربي وتدير به الفيلم ممكن كان أفلام لي ممكن ما تكونش ولكن ما يمكنش كل أفلام تكون فأنا مثلا هاده فيلم كيبان والناس اللي غايشوا فورا كيبان كان مشاهد لي اللي درنا عليها نهار ديال الرحلة غي باش نوصلوا لهذا الدكور باش نصوروا فيه وكان استعماله أنا كيت عشبني نستعملها ماشينغي كان الموسيقى اللي اختارت موسيقى متاع الناس اللي نجوم في الموسيقى ولي ما كتشيريهاش بوالو تخلص هاده واحنا عارفين بأنه قاعت واحد المسألة في الموسيقى ما بقاش ما بقاش كيتباعوا لي سيدي وما بقاش كيتباعوا لي فينيل ودهك شي دونكرا ولات الدخل ديالهم كيركزوا عليه في السيني ما كتطلب كيتلبوه وما واحد المبلغ كبير ما كانش حال هاده ولا التابع كان هاد الجانب هاده كامل ولكن نقول لك واحد القضية هو أنه طموح ديال الفيلم كان خصوه واحد البيوتجي كتار من هاده الشي اللي كان عندنا دوك ولو أنه كان المغرب وكان فرنسا وكان ألمانيا وكان بلجيكا وكان آغتي كتليفزيون دخلت معنا ومع ذلك كان عادية كذلك أن أجد حلول في أوقات ما لأنه ليست هناك إمكانيات وكان بأنه الممتلين كانوا كما نقوله كوراكتومون مخلصين والناس كوراكتومون مخلصين وكوراكتومون مسكنين إلى آخرين وهذا هذا مطلب يعني كيبالي أنا طبيعي ولكنه كان كانوا إمكانات كبر كان ممكن نسوه أنا غنقولك بأن ديزيرت صورة في خمسة أسابيع مثلا ألف شهر وخخص ألف شهر ثمينيات الأسابيع ونصف شوفوا الفرق مثلا 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 ودازا كان بالنظر أنه لو لضغوة الحقوق تقاموا غارين كان نظن بأنه الميزانية باش ديال دازا أكبر ديال ألف شهر أو لا؟ لا ألف شهر يمكن أن كانت نفس الميزانية لأنه نفس لأنه نقولك أجلنا واحدة مسألة أخرى هي أنه من ألفين وعشرة لدبارة ولا شوية صعب لإنتاج أنك تلقى الإنتاج المشترك بشكل عام كذلك لا ندخلوش في لدي طايل باش ما نملوش الناس يملوش ولكن يمكن كان نفس ولكن عشرين سنة قبل أنت كتصور ماشي عشرين سنة ديالة بالأمور كلها كتتصوى كتر إلى أخير ويمكن أسي أنه أنه كان أي نمبيسيون في 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 ديزر شو فراء كان شي ديكورات اللي كان خسنات ديوليهم مثلا الناس مرحبا ندخولوش كان شي ديكورات باش نصور الفكرة ديالة اللي عندي فراصي خس الكاميوات ودك شي عشين غي ولا غير تطلع بلا يسلم عندك كيفاش توصل لهم كانوا بزاب زاب 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 للمومور أجنس مثلا هذيك الأجنس اللاي ملشاة ديالة كرية الأجنس كاملة ديكور كامل تبنا ديالة لالاجنس الإبيسري ديكور كامل مبني كان هذا الشيغال وفكر الله يعني الانتاج كدلك تبع رغمه و وتبعني مثلا انحتاف أنه هذه مثلا نقولوها كدلك فحق الإنتاج أنا وصلت المونتاج وقفنا وقلنا ودأت شوية دلوقت وجاوني أفكار جديدة وطلبت من سعيدنا عاودنا رجع للمونتاج وقبل وعاودنا رجعنا للمونتاج وعاودنا رجعنا للمونتاج للصوت باش الفيلم يكون كيمة كانت منناه يكون واخ واخ فوزي قد انتركت تكلمة لهذه واحد شوية دير دقائق على الادماغش اللي كانت عندك في هذا الفيلم هذا ديال ممكن نبدأه شي بالضرورة من الألف ومشي والليا قد يقول قائلون شاهد الفيلم بأنه في تلك الخارجة في البداية فيلم كان حاملو فهد بن شمسي وعبل هادي طالب ومن بعد دخلتي فربما في تفاصيل جراتك وجرات هذا جديد الشخصيات في فيلم آخر كنقولك هذه قراءة ديال شي واحد يكون شاهد الناس اللي يقول هالكلام أنا ممكن لي أنفهم من كلامهم غير حاجة واحدة وهي أنك بكثرت ما بقيت تنجح شاريتك ربما دخلت الموضوع الأساسي ربما في واحد أنا قلش لا بيغانت باش ما نغضبك ومساعد دايز تكريم يعني في واحد فيلم واحد آخر وهو الشي اللي صعبات خروج للمشاهد من الفيلم بفكرة واضحة شنو سقول هالناس أنا غدي نقولك مسألة بسيطة جداً أتفضل الجزء الأول من الفيلم جزء غنسميه مثلاً أنه رواية الجزء الثاني ممكن نقول أنه شعر الناس اللي ما قبلات الشعر ما غايت خداش تدخل في الجزء الثاني أو لا غايت تفضل الجزء الأول لأنه وانا مبني بها الطريقة يعني دفعنا الأكبر المادة الممكن أنه الريتم مثلاً متع الجزء الأول الإفكاسيتيد الرئيسي في الجزء الأول البيوغلاسك والكوميدي في الجزء الأول حتى يرتاح المتفرج في فيلم وكيقول هذا هو الفيلم فين أنا غادي وأقترح داخل الفيلم شيئاً آخر لا يصنع فيلمين إنه فيلم واحد فقط فيلم يأخذ حرية داخل الفيلم وعندما أنا أخذ الحرية أهدي هذه الحرية المتفرج كذلك وهو احترام مني لدكائه احترام مني لإمكانية الخيال التي ممكن أن يتوفر عليها المتفرج كذلك وأن يقتسم معي حتى صناعة وحكاية القصة وأنا ممكن أن أقول لك أن من بعين الأجمل الأشياء التي وقعت لي مع التلت الخالي أن هناك الكثير من الناس حكوني على مشاهد أنا لم أصورها لا توجد في الفيلم وعندما خرجوا من الفيلم تخيلوا أنها في الفيلم وهي لم تكن خصوصا مثلا النهاية خلينا نقول مثلا لما نحلل نهاية تفتح على قراءات متعددة وقيل لي قراءات أنا لا أنتظرها ولكنها قراءات جميلة جدا هناك داخل الفيلم لا توجد مشاهد في تحليل دي لأنه في الأخير لا توجد في عالم آخر أو لا مازال سمع سمع ومفتوحة وحتى النقد هناك من كتب في هذا الاتجاه وأنا لا أعطي جوابا قطعيا قطعيا لأنه لأن الفيلم مبني حتى في بدايته كذلك وليس حتى في الجزء الثاني ولكن في كامل فيلم مبني بما يمكن أن أسميه أنا نوع من الفراغات اللي محطوطة بشكل يعني مقصود ومبني وكأن أعرف أي وقت كنت أعرف أنا من نسبة لي السينيما كتدير كتدير واحد المونتاج ديال صورة أمام صورة لكي تحكي شيء ولكن هناك صورة ثالثة ما بين الصورتين إذا استغلت عليها بدكاء يراها المتفرج وهي لا توجد وهذا سحر السينيما وقوة السينيما التي لا يضاهيها في هذا المجال إلا فن واحد ربما أقول أنه لديه هذا هو الموسيقى وغنقول لك باش نعطي واحد الجاوب وشكرا اللي عطيتني إمكانية أن نجاوب على المسال وشكرا اللي عالش في الموسيقى كتلقى الإنسان ما كي فهمش الإنجليزية وكي سمع أغنية بالإنجليزية وكي تأثر وكي سمعها لمرات ونقسم لك بالله لسولته باش كي يحس ستلقى كين واحد العلاقة مع هذيك اللونجلين اللي ما كيفهمش السينيما هي الفن الوحيد اللي ممكن يعطيك هذلك الشي ولي كي يضاهي فيها الموسيقى كيفاش انت كمخرج ما تشتغلش على هذة المسالة هذي يعني احنا كان في أغلب الأحيان المخرجين كي يشتغلو على عالتيشنو حالا عني يقولك فاللغة كتشتغل على هذيك لغرامير كاملا كتأخذ انت مناشي ثلاثة ولا أربعة أو كان فراختدام بيوم شان كونتر شان 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 لارج شان موين أو زيب حالك أو تدي السينيما را واو 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 وكان اعتقد انه ديجا 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 لفتك السينيما ففا اختراعها يعني فنجل جهة السينيما ربما ربما بكل اسف تاخذت ضغياء خذتها ضغياء الاندستري الصناع والرأسمال فما خلاوش انها يعني تطور الجانب الشاعري واللي ممكن نسمع الموسيقي في السينيما ما تطورش بزا في كناتاق وخا نزلوا إيقاع شوية نرى مشينا ندخلنا في دازا وما زال خصناعات دازا ما زال إن شاء الله في 2024 يكون في 2024 مؤكد غير يكون في قاعة مؤكد غير يكون في 2024 ما تجاوزوهاش وخا فوزي بن سعيدي بهذا الشريط السادس ديلك واللي غير يجي من بعد منه الشريط اللول شاركتي طبعا خوف لأكزاكت بهذا الفيلم هذا شاركتي بفئة أسبوعي المخرجين في كان وهي واحدة سكسون بخيسيجيز اللي جايبة واحد الماضي لراسين وقوي ما كتشوش بأنه لو كنت تدخل بعض من التفاصيل الغريبة على بلادك وبالخصوص الباهارات اللي كيقلبوا عليها خلينا نقول لك لا ما نسميه كيقلبوا عليها الكثير من موبر ميجي المهرجانات العالمية دي الدرجة اللولى كنتي ربما تكون شاركتي من مدة في المسابقة الرسمية كالكان وبرلين والبندقية هناك في الواقع هذا موضوع شائك جدا ليس لنهتر عليها لنهتر عليها لا لنهتر عليها الله أحفظك لنهتر عليها لأنه صراحة هذا كذلك واحد من من الحروب التي أخذها منذ فيلم الأول وهو أن لا ينتظر من الغرب ما ينتظره وأننا حرار فيما نصوره يعني ما تنتظرش مني أنني نصور لك ذاك شي اللي أنت كتنتظر أنني كسينماي من الجنوب أنا وقعت وقعت واحد نوع من السينما اللي كتجي من الجنوب هكي دايرة وهجنو خصات عود ومام هكي فاش خصات عود مثلا مثلا واش حنا يما قادرينش نديرو دي ميزون سين اللي كومبلكس متلا كم ما أنا حاول في ديزر متلا فاش كتجي أولا متلا ديجا في دولفين حسيت بهت القاضية هذي انك فاش كتجي بقتيار راح متلا ندفو هكا بحل ما كانت نتظرش من كمتا تشتغل على السينما تعطينا المواضيع عطينا المواضيع وصافي نتابع لعندك السينما ديالك سينما ديالك سينما ديال مواضيع إلا حنا كدالي سينماي وطريقة باش كتصوره وطريقة باش كتتحدر عليه لعاخيري فما كان نديرو لعنيوانس ما كان نقولش بنا كل شي كاين كاين استثناءات وهذا اللي كيخلي أن أفلامي كات مش كتتخرج كذلك برها وكتتعرض كاين استثناءات وكاين كتر من استثناءات كان نحس بأن الأمور كذلك مع الجيل الشاب اللي جاي لا في المغرب ولا في العالم العربي ولا في إفريقيا غادي يوقع واحد تغيير هذا هذا تحتمية التاريخ وراه بدأ وراه بدأ تماما يعني لابخوف المثال شريط دير عصاب اللي موت أو لفيم دير أسماء المودير أو لأسماء اللي انت تتعرفهم بزيان فعلا ما داخلنش في هاد السياق هاد ينعطيك المواضيع اللي باغي انت تشوف تماما ولكن انت من البداية ديالك كنت يرفض انك تدخل في تلك شي ديال نعطيك لبيمون اللي انت بغيت تماما هاد السياق كنت تدع حروب هاد شي كي طول الطريق كي يسعبها ولكن شوف فورسي هنا هياك الله أحفظ واخ كتشوف كين واحد القضية أنا مش حيالة دي أمت بها وهو أنه هناك شيء في هذا الاشتغال والاشتغال بالفن أو بالأدب بشكل عام الحكم الكبير الوقت الزمن الزمن أنا كنت وقعت لي واحد القضية في شمشية الباريس عرفتي في الأول مرة هادو كلي كين واحدة لي كي دوس سنة اللي كنسميهم كي بيعو الكتوبة القدام واحد ناركوز كانت مشينا تماما وكان قرار دي كل عناوين دي الكتوب فاش كتشوف الكم الهائل من الكتوب اللي تطبعات والتي نوسيت وانتهت فاش كتشتغل الاشتغال ديالك إلى الزمن قبلوه وخلاه انه ويبقى ويجعل الباركة السورة واضحة أسئلة قسيرة سؤال بجغوة باش نختموه قبل من ديزار كان فيلم ديال أيام الصيف أنا رأيي ديال كونس قلت سو من قبل جوغ داتي روتي حسب المستطاع وفق الرؤية ديالك مسرحية بوستال الكاراز لأنتون تشيخوف في سينيما علش بزاف ديال الناس متسبلنا وشهد الفيلم علش بزاف ديال الناس بما فيه المتخصيصين ربما ما كانوش ما انتقلوش بزاف ولكن ما رحبوش بزاف ما فهموكش أقول ما فهمسي أنا سوتي نقول يعني كل حر في استقبال الفيلم يعني أنا ما ما عنديش مشكيل كل حر في استقبال الفيلم ولكن أنا أعتقد أنه فيلم مش ما تقول ما تفهمش ولكن كان واحد الجانب مثلا أن الناس وقفت عند تحليل أولي بسيط جدا وهو القول بنا آه هذا إنه هذا السيد جايمر مصرح وهذا مصرح مصور أو مصرح ضد هذه الفكرة تماما أنا عافظيك أنا وقال لما كم مشكي كبير في النقاش لوليد الفيلم عاقل سعلان نعم 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 علاقة المصرح بالسينما آه لكين هو أنه ما صورته أنا وما أحسسته لسنوات وأعرفه حق المعرفة أن هناك الكثير من الأشياء التي هي سينمائية محدة داخل المصرح أيام الصيف فيلم سينمائي وفيلم أنا كذلك اللي قلت قبيلا كنا أخد بعض المجازفات اللي مثلا في أيام الصيف مشيت ضد دراسي أنا المغرم اللي قلت انتهى بالفضاءات الشاسعة والفضاءات الخارجية درت دراسي واحدا كان مغرقة جدا آه كان هذا أنا أنا اللي كتحط نفسي بلاسه بره كاللقد غير في نحط الكاميرا غادي ندخل الداخل وغادي نصور فيلم كامل داخل المنزل غادي نقل لك واحد القاضية واحدة واحدة ما بشي سر ولكن مثلا كان بزف ديال الأفلام اللي كنت كتبت بعض المشاهد الداخلية ومبادرت ديتها خارجي لأنك يعيش بني نصور في الخارج في الفضاءات المفتوحة فقدرت دراسي واحد لك كنت خانت نتاع خسين خدم في هالتجاه ويطلع الفيلم زيان كانت منه في الاتجاه سيفوزي في الخارجي ديال اللقاء داروي نوريك سيخاليد شراد دراسة في الكوح لاكي عيكاتيو نخليك أنك تشوفها تفضل لسع دراسة دراسة نقل نقول سيفوزي 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 ترجع الانفاس ديالك شكرا تصد صحيحة ديالك شكرا وكنت سندك طبعا فرباط دروريك كل فرح إن شاء الله كل فرح وقبل ما تمشي دروريك أه نتاعرك بالنس اللي خليسي بذلك دروريك نتاعرك بالنس اللي خليسي بذلك شكرا 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 على العبور وطبعا أعتقد أنت الرأيديك لا نسألك أفهم شي نو نفصها بيان توجو بيان لا أحبتك بالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله ننتظروا بعدها الفيلم ديزر في القاعات المغربية وننتظروا الشارط اللون بعد هذا تكريمني ندبا عينين غاية غاية وجهوليك سي فوزي بتوفيق شكرا بارك الله فيك لا أحفظك إلى المتقى اشتركوا في القناة